من صحيفة الجريدة وجاءت هذه المرة بعنوان أوقف العبثة بالميناء يبدأ زاهر زويته بتساؤل ويقول ماذا يحدث في ميناء بورت سودان ولمصلحة من تعطيل العمل فيه وما رأي الدولة في هذا العبث من الأخبار المحبطة المخيبة للأمال التي وردتنا توقف عدد من شركات الشحن بالسودان بعض الأوضاع المأساوية في ميناء بورت سودان خاصة عمليات مناولة والتفريغ ويقول الكاتب ما من سبب يدعو ما من سبب يدعو أيضا هذه الشركات أو الشركات إلى عدم التوقف والمتوقع بالطبع أسوأ بكثير وقد تصل المأساة إلى خروج الميناء نهائيا عن العمل في ظل هذه الظروف السياسية المضطربة المسنونة بحشاشة الحكومة وفشلها في أبسط في بسط هيبتها وفرض نفوذها على المواقع والمؤسسات الحيوية وهل هناك ما هو أهم من بيناء بورت سودان عزيز القاري؟ ويزيد زاهر بالقول لم نندهش لما حدث من تطورات سالبة وقد شهدنا في شهر أكتوبر الماضي توقف الميناء بالكامل لعدة أيام بسبب إقلاق محتجين لأرصفة الميناء وإيقاف العمل فيه بحجة أن قبيلتهم هي الأحق والأولى من تلك التي وقع أهلها باسم مسار الشرقي في اتفاقية سلام جوبا فسارعوا إلى تفجير قضبهم بإقلاق الأرصفة وإيقاف العمل احتجاجا على التوقع ويختم الكاتب عموده بالقول ألحق الميناء قبل فوات الأوان وقبل أن يجد من يستخدمون الميناء في تجارتهم من يحتضنهم غدا في موانئ الدول المجاورة ويوفر لهم خدمة ممتازة بأسعار أقل ويمنحهم من التسهيلات ما يجعلهم يحجمون عن العودة مرة أخرى إلى الإيمان وما يهمس به البعض اليوم قد يتشرون به في الغد وينفذونه ويتركون الميناء لغرباء بورت سودان وبومها العاشق للخراب